ذهب تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2015 بعيداً عن الفكر التقليدي الذي طالما اعتمذ منذ أول تقرير صادر للتنمية عام 1990 بأفكاره البسيطة ليجعل العمل في مقدمة محاوره الأساسية بيد أنه يعزز التنمية البشرية بتأمين الدخل والحد من الفقر وتناول تقرير التنمية البشرية هذا العام أمثلة ملفتة عن التقدم الإيجابي الذي أحرزت بعض الدول حيث دخلت خمس دول عربية في خانة تنمية بشرية مرتفعة جداً وأتت قطر على رأس هذه الدول متبوعة بالسعودية ثم الإمارات وبعدها البحرين وأخيراً لكويت وقد حلت كذلك ست دول عربية في خانة تنمية بشرية مرتفعة تتقدمها عمان ثم لبنان ثم الأردن والجزائر ثم ليبيا رغم الوضع غير المستقر فيها وبعدها تونس وقد توزعت بقية الدول العربية على خانتي تنمية بشرية متوسطة أتت مصر على رأس القائمة ثم فلسطين بعدها العراق ثم المغرب وأخيراً سوريا أما الدول العربية منخفضة التنمية فقد تقدمتها موريطانيا ثم جزر القمر فليمن وبعدها السودان ثم جيبوتي لتنتهي القائمة بجنوب السودان هذا وخلص التقرير إلى أن مستويات التنمية البشرية في الدول العربية تتحسن إلا أن التقدم يبقى مقيداً في منطقة تسجل أعلى معدلات البطالة بين الشباب وأدنى معدلات المشاركة في القوى العاملة للنساء زينب خرفاتي العربية